نظم اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مساء أمسي بالتعاون مع جمعية الشيخ كالله لحياء التراث والإبداع الثقافي ندوة أدبية وثقافية بمقر بلدية الرياضة وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي أطلقه الاتحاد لنصرة المقاومة في غزة رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين سيد الخليل نحوي أكد أن نصرة إخوتهم في غزة وآجب على كل عربي مسلم وعلى كل حامل لرسالة الإنسانية بدوره أكد رئيس جمعية الشيخ كالله إجماع الموريتانيين على نصرة القضية الفلسطينية لما تتميز به من عدالة وخلال الندوة نوها كل من حاكم مقاطعة الرياضة وعمدة البلدية بالموقف الرسمي والشعبي مشدين بالخطوات التي قامت بها الحكومة الموريتانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضمنت فقرة هذه الندوة إلقاءات شعرية ركزت على الوضع الراهني في قطاع غزة بالإطافة إلى بعض المداخلات